أحبطت المخابرات الأردنية عمليات استهداف عاملين اثنين في صفرة الأمريكية والإسرائيلية وجنوداً أمريكيين موجودين بأحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر وذلك وفق صحيفة الرأي الأردنية أوضحت الصحيفة أن آلية تنفيذ المتهمين لعملياتهم الإرهابية وأهدافهما تمثلت وفق لائحة الاتهام بالأسلحة النارية أو بالطعن أو الدهس بوسطة المركبات إلا أن جهود العاملين في أجهزة الاستخبارات الأردنية حالت دون تنفيذ تلك المخططات من قبل المتهمين وكشفت أمرهما وألقت القبض عليهم نهاية شهر يوليو الماضي فيما تمت إحالتهما إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاقتصاص للنظر في القضايا الإرهابية